السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم هقولك العلامات والأعراض اللي بتقولك ان طفلك عنده سكر السكر عند الأطفال دايما بيكون من النوع الأول وده حالة مرضية نتيجة ان البنكرياس ما بينتكشي الإنسولين هقولك دلوقتي ايه هي أهم عشر أعراض بتقول ان طفلك ده عنده سكر بتلاقي الطفل دايما عنده عطش مستمر تبول مستمر ولا إراضي جعان على طول وزنه بيقل بسرعة جدا وعنده نحافة تعب وإرهاق مستمر من أقل لمجهود دايما ريح تبقه مش كويس الآن ودايما عنده ملل دايما عنده ألام شديدة ببطنه الرؤية عنده غير واضحة حكة وطفح جلدي في المناطق التنسلية عند البنات دي أهم عشر أعراض بتقولك ان طفلك عنده سكر لو عايز تحصل على مكتبة فيديوهات قيمة جدا لكل مرضى السكر عشان تعرفهم ايه هو السكر وإيه هي المشاكل بتاعته وإيه هي الأطعامة المناسبة وإيه هي الأطعامة الضارة وكمان مكتبة فيديوهات كاملة عن العناية بالقدم وقدم مريض السكر اكتب لنا في التعليقات بس تحت أو ابعت لنا على الخاص أو اضغط على الرابط اللي هسيبهه لك في وصف الفيديو أو في أول تعليق وبعد التسجيل على طول هيجيلك على طول مكتبة فيديوهات كاملة ومفيدة جدا لكل مرضى السكر بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شيروا لغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معكم دكتور تركي استشارك راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته